خلد أفراد من الطائفة اليهودية المغربية بالمقبرة اليهودية لمكناسة هيلولات ساديكيم وذلك لأول مرة منذ ستين عاماً هذه الهيلولات تقام لأول مرة منذ ستين عاماً بمكناسة كما أنها تأتي بعد استكمال عملية ترميم المقبرة اليهودية كمبادرة فريدة على الصعيد العالمي أطلقها صاحب الجلالة وعرفت الهيلولة الكبرى التي أقيمت بمبادرة من مجلس الطائف اليهودية للمغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين تضفقاً لأفراد من الطائفة اليهودية من مختلف أنحاء المملكة ومن بلدان أجنبية خصوصاً فرنسا وبلجيكا وكندا وإسرائيل خلال السنوات التي عشتها بالمغرب تعلمت الكثير عما يخص تاريخ المغرب المطبوع بالتسامح والتعايش بين اليهود المسلمين والمسيحيين وجرى إحياء الهيلولة بحضور عامل مكناس إلى جانب القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالرباط ورئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط فضلاً عن عدد من الحخامات وشخصيات أخرى